بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في قناة Medical Student أنا دكتور سفيان عماد واليوم إن شاء الله رح نبلش بسلسلة جديدة من سلسلة محاضرات الانتيرنال ميدسين اليوم أنا وياكم يا شباب إن شاء الله رح نبلش بسلسلة محاضرات الطب الباطني رح نبلش بكورس جديد واللي هو كورس القلبية اليوم إن شاء الله رح ندخل على الكارديولوجي كورس على كورس القلبية مثل ما تعرفون يا شباب احنا أخذنا قبل هذا الكورس أخذنا كورس الجهاز الهضمي وخلصنا كورس الجهاز الهضمي بكل تفاصيله وعرفنا كل شي خص الجهاز الهضمي وأيضا امتحننا به اليوم إن شاء الله رح ندخل على ثاني الكورسات بالانتيرنال ميدسين بالطب الباطني رح ناخذ إن شاء الله كورس القلبية الي هو واحد من أهم الكورسات بالباطنية واحد من أهم الكورسات بالانتيرنال ميدسين اللي هو الكارديولوجي كورس كورس الجهاز القلبي اليوم إن شاء الله رح نبلش بأولى محاضرات سلسلة الكارديولوجي رح ناخذ محاضرة بعنوان الهايبر تينشن زيان يا شباب محاضرتنا إن شاء الله اليوم رح تكون بعنوان الهايبر تينشن ارتفاع ضغط الدم زيان يا شباب إن شاء الله رح تكون محاضرة سهلة وبسيطة رح ناخذها على جزئين حتى ما نصير طويلة عليكم طبعا مثل ما تعرفون إحنا بشرح نعتمد على المصدر العالمي اللي تعتمده أغلب جامعات العراق اللي هو ديفيدسون برينسبولز آن د براكتس أوف ميديسن إحنا نعتمد على مصدر ديفيدسون زيان يا شباب اللي أغلب جامعات العراق تعتمد عليه فسوان إنت شن الطالب بالجامعة المستنصرية أو جامعة وارث الأنبياء أو جامعة العميد أو جامعة بغداد أو أي جامعة أخرى بالعراق أو الوطن العربي تقدر تستفاد من هذا الكورس هذا الكورس رح يكون على حسب مصدر ديفيدسون زيان يا شباب إن شاء الله مثل ما قلت لكم اليوم أولى المحاضرات بكورس القلبية بالكارديولوجي كورس رح ناخذ محاضرة الهايبر تينشن زيان يا شباب محاضرة ارتفاع ضغط الدم فخلي نبلش بالمحاضرة بالبداية خلي نعرف الهايبر تينشن أوتلاينز خلي نعرف الأوبجكتيفز ما لهاي المحاضرة خلي نعرف شنو المفروض بعد ما تخلص هاي المحاضرة شنو المفروض احنا نعرف نعرف هاي الأشياء خلي نقشر لازم نعرف أول شي إنتروديكشن لازم نعرف مقدمة عن الهايبر تينشن فجم معلومات عامة وبسيطة رح أحكي لكم إياها عن الهايبر تينشن عن ارتفاع ضغط الدم هاي بالبداية رح نبلش بها إن شاء الله الانتروديكشن وراها إن شاء الله رح ناخذ الباثو جينيسز اللي هي الباثوفيسيولوجي أوف هايبر تينشن شلون دي يصير الهايبر تينشن إن شاء الله رح نعرف أيضا الباثوفيسيولوجي أوف هايبر تينشن ورا ما نخلص الباثو جينيسز رح نعرف الكوزز أوف هايبر تينشن شنو هي أسباب ارتفاع ضغط الدم زين يا شباب إن شاء الله أيضا رح نعرفها بهذه المحاضرة أيضا واحد من الأوبجيكتفز ما هذه المحاضرة رح نعرف الكلينيكال فيترز أوف هايبر تينشن رح نعرف الأعراض الكلينيكال فيترز شنو هي أعراض ارتفاع ضغط الدم رح نعرفها أيضا بهاية المحاضرة وبعدها إن شاء الله رح نعرف التحاليل أو شلون نشخص ارتفاع ضغط الدم والتحاليل اللي ندزها للمريض اللي عنده ارتفاع ضغط الدم وآخر شي إن شاء الله رح ناخذ اللي هو علاج ارتفاع ضغط الدم زيان يا شباب فنسمي بسم الله ونتوكل بأولى محاضرات الكارديولوجي كورس أولى محاضرات كورس القلبية اللي رح تكون بعنوان الهايبر تنشن حسب المصدر المعتمد اللي هو ديفيدسون فكل الجامعات تقدر تدرسوا ياي وتقدر تستفاد من هذا الشرح اللي رح نبدي به عن محاضرة الهايبر تنشن مثل ما قلت لكم الأهداف ما لهاية المحاضرة أو الأوتلاينز العناوين اللي رح ناخذها فيهاية المحاضرة بالبداية رح ناخذ الانترودكشن مقدمة كلش بسيطة عن الهايبر تنشن بعدين رح نعرف الباثوجينيسر واقع الباثوفيسيولوجي 何 هو دايصير ارتفاع ضغط الدم شنو هي الأالية اللي دايصير بيها بعدين حناخذ الكوزز اصباب ارتفاع ضغط الدم بعدين حناخذ الاعراض اللي هي التحاليل او التشخيص مع ارتفاع ضغط الدم واخر شي لتريتمونت الهايبر تنشن اللي هو علاج ارتفاع ضغط الدم زيان يا شباب نسمي بسم الله ونتوكل ونركز حتى نفتهم محاضرة الهايبرتنشن مثل ما قلت لكم بالبداية هنبدي بالإنترودكشن بمقدمة بسيطة عن الهايبرتنشن أول شي مثل ما تعرفون يا شباب أنه الضغط ضغط الدم تعرفون أنه هو يتكون من قيمتين قيمة السيستول وقيمة الدايستول إحنا بالعراق شنسميه سميه الضغط العالي والضغط الواطي أو إلى تسمية ثانية يسمونه الضغط الانقباضي على الضغط الانبساطي زين؟ اللي هو السيستول والدايستول زين يا شباب فإحنا بالهايبرتنشن بارتفاع ضغط الدم عدنا مصطلحين عدنا مصطلح السيستول وعدنا مصطلح الدايستول اللي هو السيستول الضغط العالي أو ضغط الدم الانقباضي والدايستول اللي هو الضغط الواطي أو ضغط الدم الانبساطي زين يا شباب أعيدها للمرة الأخيرة إحنا بالهايبرتنشن أو بارتفاع ضغط الدم عدنا مصطلحين عدنا الضغط العالي او الضغط الانقباضي اللي هو السيستول زين او السيستوليك بلود براجر وعدنا الضغط الانبساطي او الضغط الواطي اللي هو الدايستوليك بلود براجر زين من خلال السيستول والدايستول من خلال هذاني القيمتين اشقد المفروض يرتفع الضغط حتى نسميه هايبر تينشن تعالوا خلي نقرأ اول ملاحظة الهايبر تينشن هنانا معرفين اياه is defined as persistent elevation of systolic blood pressure of 140 مليمتر ميركري اور گريتر and or diastolic blood pressure of 90 مليمتر ميركري اور گريتر شنو معناته؟ معناته انه حتى اقول هذا الشخص او اشخص هذا المريض عنده هايبر تينشن عنده ارتفاع بضغط الدم لازم السيستول مالته السيستوليك بلود براجر الضغط الانقباضي 140 او اعلى ولازم الدايستول اللي هو الضغط الواطي او الضغط الانبساطي 90 او اعلى زين يا شباب؟ لازم القيمتين مرتفعة او واحدة من القيمتين مرتفعة زين يا شباب؟ اتفقنا شنو هو تعريف الهايبر تينشن زين؟ شباب خلي مفكر اذا ارتفع الضغط شنو المشكلة؟ الضغط اذا ارتفع حيسوي لي مضاعفات بالجهاز القلبي زين؟ حيسوي لي مضاعفات وامراض بالكارديو فاسكولر سيستم وهاي مكتوبة بالملاحظة الثانية شمكتوبة هنا؟ مكتوب يعني الخطر ما للامراض القلبية الكارديو فاسكولر ديزيز زين يا شباب؟ الجلطة او الكوروناري آرتري ديزيز السي اي دي اللي هي الكوروناري آرتري ديزيز الامراض اللي تصير بالشراين التاجية اللي هي تشمل مثلا الافيروسيكليروزيز تصلب الشراين او الانجاينة او المايوكارديال انفاركشن احتشاء عضلة القلب او الذبحة الانجاينة زين؟ كل يتنذني يعني اذا ارتفع ضغط الدم اذا البلاد براجر ارتفع الخطر او الرسك ما للكارديو فاسكولر ديزيز ما لامراض القلب حيرتفع يعني اكيد انتو سمعانين مريض زين؟ يعني ارتفع ضغطي صار عنده ارتفاع بالضغط وانجلط زين؟ فالبلاد براجر ارتفاع الهايبر تينشن ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي الى كومبليكيشن اكبر يؤدي الى مشاكل اخطر احنا نخاف من الكومبليكيشن اللي يسويها الهايبر تينشن اللي هي ستروك او اثيروسكليروسيز تصلب الشرايين او المايوكارديال انفاركشن احتشاع عضلة القلب او الانجاينة او غيرها من المشاكل زين يا شباب؟ فهنانا بالملاحظة الثانية كاتب لي انه خطر الامراض القلبية كل اش مرتبط وكل اش متعلق بمستوى الضغط فالضغط او ارتفاع الضغط الهايبر تينشن يعتبر واحد من الراسふاكتر للستروك وقد يعتبر واحد من ايضا اوہ لمن финل الخطر اللي ممكن تؤدي الى الدم الى الجلطة واحد من الراس제를 و membrane اللي ممكن تؤدي الى الامآي یا tycker او نفس الاستحان وبالشرايين زين يا شباب فلازم نهتم بموضوع الهايبر تينشن ولازم ندرسه زين كملاحظة ثالثة بهذا السلايد اش كاتب لي كاتب لي انو البلت براجر ضغط الدم follow normal distribution in the general population and there is no specific cut off above which the risk of cardiovascular risk suddenly increase شنو معنى هاي الملاحظة باعوا شباب هاي الملاحظة الاخيرة بهذا السلايد حتى نفتهمها اشرح لكم ايها على هذا المخطط زين يا شباب اهنان اكو الف مريض الف patient اجينا قسنا لهم الضغط زين وليقينا الضغط مالتهم اغلبهم اغلب الناس ده تشوفون الضغط مالتهم تقريبا من ال 80 تقريبا للمية وعشرين اغلب الناس اذا تجون اتباعون متمركزين بهاي النقطة زين تقريبا اغلبهم من ال 80 للمية وعشرين هذا تقريبا هو normal blood pressure الضغط الطبيعي اللي هو من 80 الى 120 هذا ضغطهم الطبيعي زين اكو ناس فوق المية وعشرين اكو ناس اهنان متعدين المية وعشرين واكو ناس هم نازلين جوه فهو اش داي يقول اهنان بهاي الملاحظة طبعا هي الملاحظة مو مهمة بس ده اوضح لكم انه normal distribution يعني اغلب الناس هم ضغطهم طبيعي واكو ناس ضغطهم فوق الطبيعي يعني هنا عدهم hyper tension زين يعني ضغطهم فوق المية واربعين ومية وخمسين هنا نصاعد واكو ناس عدهم hypotension انخفاض بالضغط او هبوط زين يا شباب فهنا اش داي يقول لكم there is no specific cut off يعني ماكو فد نقطة معينة من خلالها ابدي انط علاج ابدي اعالج ماكو فد نقطة معينة خطر الامراض القلبية يزداد لانه الhypertension يتبع فد general distribution curve هذا normal distribution اللي هو التوزيع الطبيعي اغلب الناس هم بالمنطقة الامنة زين يعني الضغط مالتهم طبيعي زين يا شباب واقول لكم الملاحظة الاخيرة اللي اريد منعدكم تلغوها لانه الملاحظة صراحة مكتوبة بديفيدسون انا ما حبيت اجاهلها بس هي ما بيها اي معلومة صراحة ولا يجي منعدها اي سؤال زين ولا دوقون نفسكم بيها فهس standard فهس اللخص اللي التحق بينا هسه او اللي هستوى كان نكويانا واللي هستوى فتح عقلة بالمحاضرة رح اعيد من البداية رح اعيد من بداية المحاضرة انا كل شي حكيتها من البداية هس رح احطيكم ملخص alto قبتي لكم يا شباب احنا داخلين علي 김ارديولوجي کورس بعد ما خلصنا كورس الجهاز الهضمي دخلنا علي كورس القلبية الكارديولوجي كورس اليوم ان شاء الله رح ناخذ المحاضرة الاولى بكورس القلبية وللمحاضرات رح تكون بعنوان الهايبرتينشن ارتفاع ضغط الدن وجيت قلت لكم الشرح مالتنا كلية حسب مصدر ديفيدسون فانت من اي جامعة بالعراق او اي جامعة بالوطن العربي تقدر تعتمد على هذا الشرح اللي انا اقدمه قلت لكم اليوم ان شاء الله رح ناخذ محاضرة الهايبرتينشن وقلت لكم شنو هي العناوين او شنو هي الابجكتف شنو هي الاهداف مال هاي المحاضرة بالبداية حنحشف مقدمة بسيطة والانتروديكشن بالغالب ما يجع عليها ام سي كيو ولا يجع عليها اسئلة بالامتحان فاتكم كلمة بسيطة نقولها عن الهايبرتينشن بعدين نعرف الباثوجينيسز الالية مال الهايبرتينشن شلون دايصير ارتفاع ضغط الدم بعدين نعرف الكوزز الاسباب مال الهايبرتينشن بعدين نحكي عن الكلينيكال فيتشار الاعراض مال ارتفاع ضغط الدم بعدين عن الانفستيكيشن اللي اندزها التحاليل وشلون نشخص الهايبر تينشن واخر شي نحكي عن management of hypertension عن العلاج زين شون نعالج ارتفاع ضغط الدم كلها هاي ان شاء الله رح نحكيها بمحاضرة اليوم بلشنا بالبداية بالintroduction وبالبداية عرفنا الهايبر تينشن ارتفاع ضغط الدم وقلت لكم حتى نقول هذا الشخص عندها هايبر تينشن لازم ألقي systolic blood pressure اللي هو الضغط الدم الانقباضي او الضغط العالي 140 مليمتر او اكبر او القي اللي هو الضغط الانبساطي او الضغط الواطي القى 90 مليمتر ميركري او اكثر وقلت لكم الرسك ما للكارديوفاسكولر ديزيز خطر الامراض القلب والوعية الدموية حيزداد كل ما زاد البلد فراجر كل ما صار هايبر تينشن حيزداد خطر الكارديوفاسكولر ديزيزز ستش از ستروك اند كوروناري ارتي ديزيز يعني خطر الجلطة خطر الاثيروسيكولروسيز تصلوا بالشرايين كلية هذا الى علاقة بمستوى الضغط كل ما كان ضغط الدم عالي كل ما كان اكو هايبر تينشن كل ما هذا يعتبر الشخص او البيشن يعتبر انه هذا رسك انه يصير عنده ستروك او يصير عنده كوروناري ارتي ديزيز واخر ملاحظة بهذا السلايد قلت لكم انه البلد فراجر فالو نورمال ديستربيوشن انده جنرال بوبيوليشن يعني كجنرال بوبيوليشن كسكان بصورة عامة كبشر احنا بالغالب انه الضغط مالتنا طبيعي اغلب الناس هما بالمنطقة الطبيعية زين هنانا ضغطهم من 80 الى 90 الى 100 زين واكو ناس فوقها فماكو فد specific cut off ماكو فد نقطة معينة فوقها خطر الامراض القلبية حيبدي زين ولذلك اكو هس ارقام احنا مطالبين نحفظها انه من يرتفع فوقها الضغط نقول هذا hyper tension زين يا شباب وهس رح نقسمها ونعرفها فكملخص على السلايد الاول اللي ادمنعدكم فقط معلومتين المعلومة الاولى شنو تعريف الhypertension الhypertension ارتفاع ضغط الدم انه من يرتفع السيستوليك بلاد براجر فوق ال140 زين او من يرتفع الديستوليك اللي هو الضغط الانبساطي او الضغط الواطي فوق ال90 هذا اسميه hyper tension ارتفاع ضغط الدم وقلت لكم شنو المشكلة اللي دا تصير اذا ارتفاع ضغط الدم اذا صار ارتفاع بضغط الدم صار hyper tension risk of cardiovascular disease خطر امراض القلب والاوعية الدموية حيزداد خطر السيطروك حيزداد خطر الكوروناري آرتري ديزيز اللي متمثله بالاثيروسيكليروسيز او الانجاينة او المايوكارديال انفاركشن احتشاء عضلة القلب كل هاي الامراض خطرها حيزيد اذا صار اكو hyper tension والملاحظة الاخيرة ملاحظة اللي وراه هجداد تقول the diagnosis of hypertension made when systolic and diastolic values rise above a specific point that match to the level of blood pressure at which the risk of cardiovascular system complication and benefits of treatment outweigh the treatment cost and potential side effect of therapy شنو معنى هاي الملاحظة معناته قاني شوكت اشخص الhypertension the diagnosis of hypertension شوكت يصير من السيستول والدياستول البلود براجر يرتفعون فوق فتقيمة معينة فوق specific points وقلناها من يرتفع السيستول فوق ال140 او الدياستول فوق ال90 اشخص المريض انه عنده hyper tension زين فهاي الملاحظة اللي قالتكم تعرفوها شوكت ابدأ علاج شوكت اقرر انه هذا الشخص اللي ضغط مالته عالي اللي عنده ارتفاع بضغط الدم امشي على علاج وانطي antihypertensive therapy ادوية مضادة لارتفاع ضغط الدم من الرزق ما الكارديوفاسكولار سيستم كوملكيشن خطر المضاعفات والbenefit of treatment الفائدة من العلاج outweights اكثر من الكوست of treatment اكثر من التكلفة ما للعلاج واكثر من الاعراض الجانبية ما للعلاج يعني اني لازم اخلي بالي ميزان اني طبيب زين من يجيني مريض والهايبر يعني عنده hyper tension ارتفاع بضغط الدم اني لازم اعرف انه benefit of treatment الفائدة ما للعلاج والخطر ما للمضاعفات اكثر من التكلفة ما للعلاج واكثر من side effect فمن اوصل الهيشي مرحلة اشخص انه المريض عنده hyper tension وامشي على ادوية الhyper tension زين يا شباب هاي الملاحظات كلتها سمو مهمة زين يعني ما تجيكم بالامتحان بس مجرد انه تطلعون عليها كمعلومات عامة مكتوبة بدايفيدسون اني مطلر اجيبها زين وإلا انه هي بالامتحان ما لها اي قيمة زين the british hypertension الملاحظة اللي بعدها the british hypertension society classification define mild hypertension as existing when the blood pressure is above 140 على 90 مليمتر ميركري هاي الملاحظة الوحيدة اللي اريدكم تطلعون بها بهذا السلايد زين يا شباب انه المنظمة البريطانية الخاصة بالضغط زين قالت انه شو وقت اعتبر الشخص عنده mild hypertension ارتفاعه بضغط الدم من البلد برجر مارت السيستول اعلى من 140 الضغط الانقباضي اعلى من 140 والدايستول اعلى من 90 زين من هنا اعتبره هذا mild hypertension زين يا شباب اتفقنا اتفقنا فشباب هسه اللي اريدها منعدكم بأول سلايدين هذا السلايد اللي introduction زين وهذا السلايد فقط معلومة وحدة فقط معلومة وحدة شنو المعلومة اللي اريدها منعدكم واللي ممكن تجيكم بالامتحان شنو هو الhypertension الhypertension من السيستوليك بلد برجر يرتفع فوق 140 والدايستوليك بلد برجر يرتفع اكثر من 90 هذا اعتبره hypertension زين اتفقنا زين اذا الشخص صار عنده hypertension ارتفاع بضغط الدم رح يزداد عنده risk of cardiovascular disease ممكن يتعرض الى ستروك ممكن يتعرض الى جلطة ممكن تزداد عنده خطر coronary artery disease اللي هي الاثيروسيكلوروس تصلب الشرايين او مثلا الانجاينة الذبحة او ممكن احتشاء عضلة القلب او غيرها من المشاكل والمضاعفات اللي ممكن يصير نتيجة ارتفاع ضغط الدم فلازم لتعامل ويا الوضع الجدية زين فالdiagnosis of hypertension تشخيص ارتفاع ضغط الدم when systolic and diastolic value rise above a specific point من يرتفع السيستول والديستول فوق فتقيمة معينة اشخص انه هذا الشخص عنده hypertension شو وقت اقرر ابديويا العلاج اذا خطر الكمplication والbenefit of treatment الفائدة من العلاج outweight outweight يعني تفوق او اكثر من الكوست of treatment اكثر من تكلفة العلاج زين التكلفة المادية للعلاج واكثر من side effect ما للعلاج فاقرر ابديويا على treatment والتريتمنت ان شاء الله رح نعرفه بنهاية المحاضرة المنظمة البريطانية الخاصة بالضغط والتي تتعامل مع الضغط قررت انه من يرتفع الضغط فوق 140 الى 90 هذا نعتبره mild hypertension ايضا الWHO نفس القيم والEuropean Society of hypertension نفس الارقام يعني المنظمة الاوروبية والمنظمة البريطانية والWHO منظمة الصحة العالمية كلتهم التفقين انه من يرتفع البلاد براجر فوق 140 السيستول وفوق 90 الدايستول هذا نعتبره hypertension mild hypertension تفقنا زين دكتور اذا صار الشخص hypertension قلت لكم اذا صار hypertension هتبدي تظهر عنده complication of cardiovascular system تبدي عنده خطر الستروك يزيد خطر الاثيروس يزيد خطر الامراض القلبية كلية هيزيد نتيجة ارتفاع الضغط زين هذا الجدول مهم انا من اخلي نجمة زين معناته هذا الجدول مهم اهنا definition of hypertension باعوا شباب اهنا البلاد براجر انا اللي قالتكم تعرفونه الاشياء اللي رح اقشرها حاليا normally او optimal optimal انه الضغط السيستول جوه 120 اقل من 120 والدايستول اقل من 80 زين هذا optimal يعني الضغط المثالي شخص الطبيعي normal healthy adult الضغط مال تلازم الاوبتيمل جوه 120 السيستول السيستول الكبلة دوبراجر والدايستول جوه 80 هذا الاوبتيمل normally حتى اذا وصل 130 اعتبره normal زين باعوا شباب السيستول خلي اكتبلكم اياه هنا كملخص كملخص من 100 الى 140 هذا يعتبر normal زين كسيستول لحد العفو 139 140 يعتبر hypertension لحد 139 زين والدايستول الدايستول من 60 الى 90 كله هذا اعتبره normal زين يا شباب رح اعيدها مرة لخلي انه هاي المعلومة مهمة واغلبكم يخطون بيها الضغط السيستول بلاد براجر اذا لقيته السيستول من 100 الى 139 هذا تعتبره normal كله من ضمن الـ range normal من ضمن الحدود الطبيعية للضغط هذا السيستول والدايستول من 60 الى 90 مليمتر ميركري زين يا شباب يعني مبعنا انه اذا جاك مريض الضغط مالته 135 على 70 شتعتبره 135 على 70 يعتبر normal لانه 135 اللي هي السيستول من ضمن 90 فهم يعتبر normal زين فهاي القيم normal زين شوكت اعتبر الشخص hyper tension هذا الحق للبنص يهمني هذا الحق للبنص مهم الـ hyper tension يقسمون الى mild hyper tension و moderate و severe hyper tension زين mild الضغط من 140 الى 159 هذا السيستول والدايستول من 90 الى 99 زين المoderate السيستول كبلاد براجر الضغط العالي من 160 الى 179 والدايستول من 100 الى 109 اذا صار الضغط اكثر من 180 السيستول واكثر من 110 الدايستول هذا اعتبره سفير hyper tension زين يا شباب فالهايبر تنشن احنا نقسمه grade 1 grade 2 grade 3 grade 1 اللي يكون mild زين اللي هو السيستول كبلاد براجر يكون به من 140 الى 159 زين هذا نعتبره mild hyper tension او الدايستول يكون به من 90 الى 99 زين من 160 الى 179 اهنا اعتبره moderate hyper tension grade 2 واذا كان الدايستول من 100 الى 109 هذا اعتبره moderate hyper tension واذا كان الضغط اكبر من 180 على 110 اكبر من هاي القيمة فاعتبره سفير hyper tension زين يا شباب اكو فد مصطلح يسمونه isolated systolic hyper tension يعني الدايستول ما بيه اي خلل الدايستول طبيعي اقل من 90 بس المشكلة وين isolated systolic يعني فقط السيستول يرتفع زين هذا انه السيستول يرتفع فوق 140 هذا نسمي isolated systolic hyper tension يعني الدايستول normal كل شيء ما بيه مصاعد بعد اقل من 90 بس السيستول الضغط الانقباضي هو اللي صاعد هو اللي مرتفع فانعتبره isolated systolic hyper tension زين يا شباب رح اعيدها للمرة الاخيرة السيستوليك بلود براجر دايستوليك بلود براجر طبعا الوحدة اللي نقيس بها الضغط هي المليمتر ميركري زين وجهاز الضغط تعرفون اسمه الاسفيقنو مانوميتر زين يا شباب الاسفيقنو مانوميتر هس رح نشوفكم جهاز الضغط وشلون تقيسون الضغط بالطريقة الصحيحة زين فالسيستوليك بلود براجر الطبيعي هو من 100 الى 139 اذا وصل 140 هذا اعتبر hyper tension اعتبر grade 1 mild hypertension اذا 140 لحد 159 هذا يعتبر mild hypertension السيستول اذا وصل 160 السيستول زين من 160 الى 179 هذا يعتبر moderate hypertension زين يعني grade 2 اذا فوق 180 هذا اعتبر severe hypertension زين يا شباب هاي القرايدات كلش مهمة تحفظوها كلش مهم هذا الجدول البن نص زين تنسألون به اتفقنا هسه رح ندخل على pathogenesis of hypertension شون دايصير الhypertension وشنو هي اسبابه هسه اذا ترجعون احنا الintroduction خلصناها شباب الintroduction ما بيهذيك المعلومات اللي تجي بالامتحان الintroduction اللي قالتكم تعرفونه انه بس تعريف الhypertension انه من يرتفع السيستول اكبلود براجر فوق 140 مليمتر ميركري والدياستول فوق 90 مليمتر ميركري او اكثر هذا نعتبره hypertension واذا صار الشخص hypertension حيزداد الريسك of cardiovascular disease حيصير عنده ممكن ستروك حيصير ممكن عنده coronary artery disease امراض الشرايين التاجية اللي هي مثلا ethereosichlerosis amoei myocardial infarction angina وغيرهم للامراض كلها متعلقة بالليفل ما البلد براجر كل ما زاد البلد براجر صار hypertension كل ما زاد risk of cardiovascular disease اتفاقنا بعدين جينا قلنا اكوفت منظمة بريطانية هي متخصصة عرفت الميلد هايبرتنشن انه ميركري ارتفاع الضغط فوق 140 على 90 هذا نسميه ميلد هايبرتنشن وهاي التقسيمات حيشتلكم اياها بكل تفاصيلها وهاي الارقام كلش ضروري تحفظوها زينا شباب لانه تنسئلون بيها بالعملي وكل شعب انه واحد من عدكم ينسئل وما يعرف النورمال رينج أوف هايبرتنشن يعني كلش وارد انتو بالستشينات بالعملي حتنسئلون انطيني النورمال رينج ما الهايبرتنشن فانت من تنسئل هيجي سؤال لازم تجاوب الدكتور مالتك جواب يشفي الصدر زينا يشفي الغليل شون تشفي صدر الدكتور مالتك تقول لدكتور السيستوليك بلاد برجر الى فدن رينج من 100 الى 139 مليمتر ميركري هذا اعتبره نورمال زينا هذا السيستول والديستوليك بلاد برجر من 60 الى 89 زينا الى 89 وليس 90 هذا اعتبره نورمال زينا يا شباب من 60 الى 89 هذا اعتبره نورمال فوق ال140 على 90 هذا اعتبره هايبرتنشن واقسم الهايبرتنشن الى مال ومودريت وسفير والارقام انتو تحفظوها زينا اتفقنا هسا راح نشرح الباثوجينيس شلون دي صير الضغط شون دي صير ارتفاع بضغط الدم باعوا شباب احنا بالبداية الهايبرتنشن انقسمة الى نوعين انقسمة الى essential hypertension راح اعشر لكم حتى تصير الامور واضحة عندكم الضغط انقسمة الى قسمين الى essential hypertension زينا والى secondary hypertension الessential hypertension هذا يسمونه الbrimary زينا يا شباب اسمه الثاني يسمونه الbrimary hypertension كتبوه هنانا زين برايماري هايبرتينشن بس خلي اكتب لكم اياها زين برايماري هايبرتينشن اسمه الثاني او يسمونه اسنشيال هايبرتينشن والنوع الثاني اللي يسمونه سكندري هايبرتينشن زين فكم نوع عندي من الضغط عندي نوعين عندي برايماري هايبرتينشن وعندي سكندري هايبرتينشن اللي برايماري قلت لكم يسمونه اسنشيال هايبرتينشن ليش يسمونا primary لانه السبب مالت غير معروف idiopathic غير معروف السبب وهذا يشكل 95% من حالات الضغط شباب 95% او اكثر من حالات ارتفاع ضغط الدم هي no specific underlying cause of hypertension ما قلقوا الهافة السبب ما لقينا الهافة السبب فسموها essential hypertension اللي هو primary hypertension وبقتل 5% من الحالات اللي هي الهافة specific disease اللي هي الهافة specific cause سموها secondary hypertension زين يا شباب فهس انتو من تنسألون بالامتحان اش كم نوع من الضغط عدكم عدكم 2 types of hypertension primary hypertension و secondary hypertension ال primary hypertension اسمه الثاني essential hypertension ليش سموه primary لانه هو idiopathic no specific cause ما قوها specific cause ما قوه الهافة السبب ما لقينا الهافة السبب فسمينا primary زين او essential hypertension وهذا يشكل القسم الاكبر يشكل اكثر من 95% من الحالات اللي هو ما لفت سبب ارتفاع ضغط الدم ما يعرفون السبب ما لتا اديوباثيك غير معروف السبب فيسمونا essential hypertension او primary hypertension مقاتل 5% من الحالات there is no specific underlying cause of hypertension can be found يعني ما لقينا فتسبب يعني ما لقينا فتسبب لارتفاع ضغط الدم such patients are said to have essential hypertension هذول المرضى نقول عدهم essential hypertension او نسميه primary hypertension زين يا شباب هذول السبب ما لتهم ما معروف زين اديوباثيك غير معروف السبب اللي هما يشكلوا 95% من الحالات ما لهم فتسبب معين فنسميهم essential or primary hypertension زين الملاحظة الثانية اش دايقول دايقول انه الhypertension is more common in some ethnic groups particularly african, americans and chapanians and approximately 40-60% is explained by genetic factor يعني باعوا شباب الhypertension اللي فت عوامل خطر الethnic group المجموعة اللي يجي من عدها الشخص يعني مثلا هو اش دايقول لكم هنانا دايقول لكم الناس اللي اصلهم افريقي امريكي او اليابانيين هذول يعدهم ارتفاع بضغط الدم زين فهو more common بيهم ارتفاع بضغط الدم اكثر شيوعا بالافريكان, americans والشابانيينز زين اكثر شيوعا بيهم وايضا الhypertension الى فالgenetic factor يعني ينتقل بالعوائل بالوراثة الى family history واغلب يعني انتو من تروحون للمستشفى وتاخدون history من المرضى تسئلون مثلا اهلك زين ابوك او امك عدهم فج هستري عدهم امراض مزمنة عدهم ضغط عدهم سكر ليش لان وحدة من عوامل الخطر لحدوث الضغط لحدوث ارتفاع ضغط الدم الhypertension هي genetic factor العوامل الوراثية ايضا الage العمر يلعب دور ويعتبر واحد من الرسك فاكتر للhypertension العمر كل ما زاد العمر كل ما شخص كان شبير elderly كل ما انه هو more common او مور رسكي او هو معرض اكثر انه يصير عده hyper tension ايضا اكو environmental factor اكو فد عوامل بيئية ايضا تلعب دور بحدوث ضغط الدم وتعتبر فد رسك فاكتر لارتفاع ضغط الدم مثلا الhigh salt intake الناس اللي هواي ياقلون صوديوم هواي الاكل مالتهم يحتوي على املاح high salt intake ايضا الheavy consumption of alcohol اللي يشربون كحول هواية السمنة الاوبزيتي ايضا واحدة من الرسك فاكتر للhypertension وايضا اللack of exercise اللي ميتمرنون زين الشخص اللي ميتمرن الاوبيز الشخص السمين هذا اكثر عرضة انه يصير عنده hyper tension زين يا شباب فالhypertension الى فد risk factor شنو هاي risk factor هذا السلايد مهم هاي هي risk factor of hypertension زين يا شباب كتبوا يمه RF يعني risk factor of hypertension من هم الناس المعرضين للhypertension risk factor نقسمها الى non modifiable risk factor والى modifiable risk factor شباب شنو يعني non modifiable risk factor وشنو يعني modifiable risk factor non modifiable يعني اكفد risk factor انا ما اقدر اصححها ما اقدر اعدلها مثلا الـ age العمر يعني واحد عمره 65 سنة زين هذا تقدر تزغره تقدر ترجعه لي وراء تقدر تزغر عمره مستحيل زين فالـ age هذا non modifiable risk factor كل ما الشخص كان كبير بالعمر كل ما كان عرضه اكثر انه يصير عنده hyper tension ارتفاعه بضغط الدم هذا نسميه non modifiable يعني risk factor غير قابل للتعديل من يقدر نعدله ايضا الجندر الجنس ما للشخص الميل شافوا انه بدراسات طبعا شافوا انه الميل اكثر عرضه الـ hyper tension الرجال اكثر عرضه لارتفاع ضغط الدم زين وهذا الميل ما اقدر اعدله واسوي فيه ميل زين يعني هذا فالـ non modifiable risk factor بينما المodifiable risk factor مثلا الـ obesity السمين السلط انتيك اللي يأكل هوايا املاح زين السمين هذا ممكن تمرين exercise ممكن يسوي diet ممكن يرجع يضعف ويروح هذا risk factor فهذا نسميه risk factor قابل للتعديل نقدر نعدله نقدر نتعامل وياه modifiable واكو non modifiable risk factor شنو هي non modifiable risk factor non modifiable risk factor اربعة زين يا شباب اربعة عوامل خطر لارتفاع ضغط الدم غير قابلة للتعديل اللي هي العمر وقلت لكم كل ما زداد العمر كل ما الشخص كبر بالعمر كل ما زاد الخطر off hypertension بالنسبة للجندر الميل زين يا شباب الرجال اكثر عرضه لارتفاع ضغط الدم فالميل يكون اكثر عرضه لارتفاع ضغط الدم genetic factor العوامل الوراثية اللي عنده family history of hypertension اللي اهلها عندهم ضغط او ارتفاع بضغط الدم هذي هيكون اكثر عرضه زين انه يصل عنده hyper tension وهذا non modifiable ليش non modifiable لانه ما يقدر يعدل اهلها يعني شنو يغير ابوه امه مستحيل زين فهي genetic factor وايضا مثل ما قلتلكم الethnic group او الethnicity يعني الاصل ما للشخص اذا كان اصلا african or americans and japanese زين اليابانيين الامريكان الافريقية زين هاي الدول more common انه هما يصير عندهم hyper tension فالethnic groups الاصل او المجموعة اللي يجي من عندها الشخص او اللي ينتمي لها ايضا تلعب دور وهي تعتبر non modifiable risk factor المodifiable risk factor كل السهلة الوبزيتي السمنا salt intake اللي ياكل هواية املاح البوتاسيوم انتيك الدهون الساتشريتت فات الكهول الديتري فايبر التدخين الكهول السترس الشخص اللي بسترس اللي هو ما عنده physical activity يعني اللي هو lack of exercise مثل ما قلنا lack of exercise هذا المقصود بالphysical activity يعني lack of physical activity وايضا الsocio economic status الحالة الاجتماعية للشخص اللي هما من مجتمعات فقيرة زين هذولي همات انه risk factor انه يصير بيهم hypertension زين يا شباب اتفقنا زين شافوا النوب شافوا انه impaired intrauterine growth and low birth weight are associated with an increased risk of hypertension later in life شافوا انه الاطفال اللي يجون للدنيا وزنهم قليل low birth weight يعني خلي نقول عليهم الاطفال اللي وزنهم اقل من الطبيعي زين بعدهم يعني immature او اللي صاير عندهم impaired intrauterine growth يعني نموهم داخل الرحم ما لأمهم بمشكلة زين يعني عندهم مشاكل بالنمو داخل الرحم اثناء التكوين الجنيني او اللي هما low birth weight وزنهم اثناء الولادة كان قليل اقل من اطفال النورمل زين هذولي ايضا معرضين انه صرعتهم increase the risk of hypertension بعدين بحياتهم منيكبرون ممكن انه يصيرون معرضين الى الhypertension وقلنا 5% من حالات الضغط هي نسميها secondary hypertension والsecondary hypertension يعني اكو specific cause اكو cause حقيقي للhypertension والcause هستفد شوية causes of secondary hypertension رح نعرفها هسه باعوا شباب شنو اسباب secondary hypertension خلي نيجي انيو ياكم هسه نعرفها هذا الجدول كلش مهم وكل سنة المستنصرية يجيبون عليها mcq زين يا شباب انا اذا احجيها بالنسبة للمستنصرية باقي الكليات باقي الجامعات ايضا مهم اسباب secondary hypertension اللي هي شكل فقط 5% زين ليش لانه 95% اللي بقت هي شنوه هي essential hypertension او primary hypertension اللي هو نفسه idiopathic hypertension اللي هو no specific cause ما الفت سبب زين غير معروف السبب ذاك ال primary شكل 95% من الاسباب الـ 5% اللي بقت هي secondary hypertension الى فت اسباب شنو الاسباب مثلا الكحول اللي يشرب كحول ممكن يكون معرض للhypertension هذا معروف السبب شخص يشرب كحول وصار عنده hypertension الـ opposite السمنة زين الـ pregnancy الحمل زين يا شباب هذان يقول هذان اللي يسوان secondary hypertension الـ renal disease الامراض اللي تصير بالكلة زين وهاي تجي mcq ايضا شنو هو the most common cause of secondary hypertension هي renal disease زين هاي ممكن تجيكم mcq زين يا شباب يعني renal disease المشاكل اللي تصير بالكلة هي اهم سبب للسكندري hypertension زين اي مرض بالكلة مثلا برانكايمان renal disease renal fascular disease polycystic kidney disease اي مرض بالكلة ممكن يسوي secondary hypertension وايضا الـ endocrine disease الامراض اللي تصير بالغدد الصماء زين مثلا الفيو كروموسايتومة الفيو كروموسايتومة شباب هذا ورام يصير بالادرينال جلاند بالغدد الكاظرية تحديدا بالادرينال مدولة الادرينال مدولة او الادرينال جلاند الغدد الكاظرية تقوم تفرز هواية ادرينالين ونور ادرينالين زين فيسموها فيو فيو كروموسايتومة زين فيو كروموسايتومة اللي هو ورام الغدد الكاظرية ايضا الكوشنج سندرام زين الكوشنج سندرام اللي هي زيادة الستيرويد زين هاي ايضا تسوي secondary hypertension primary hyper aldosteronism زيادة الالدوستيرون اللي يسموها الكون سندرام هاي الامراض ان شاء الله كلها رح ناخذها بالاندوكراين زين المفروض انتو بس تعرفون اسماءها يعني ما مطالبين بشرح مالتها بس تعرفون انه الفيو كروموسايتومة الكوشنج سندرام الهايبر aldosteronism الثيروتوكسيكوس زيادة هرمونات الغدد الدرقية او primary hypothyroidism نقصان هرمونات الغدد الدرقية الcongenital adrenal hyperplasia زين 11 beta hydroxylase deficiency او 17 alpha hydroxylase deficiency او الاكرو ميجالي التضخم زين او الhyper parathyroidism زين هذا نيكل يتهن من الاندوكراين ديزيزي اللي يسون secondary hypertension يرفع عن ضغط الدم الادوية اكو ادوية زين اكو درقس يسوي hypertension وايضا الكواركتيشن of the aorta زين يا شباب هاي الامراض كلها بعدنا احنا ما ماخذيها زين الكواركتيشن of the aorta ان شاء الله رح ناخذها ايضا بمحاضرات الكارديولوجي بكورس الكارديولوجي بكورس القلبية رح ناخذه الكواركتيشن of the aorta ايضا يسوي secondary hypertension زين يعني يسوي ارتفاع بضغط الدم زين يا شباب اذا هنا ممكن يجيكم سؤال هنا هذا السلايد ممكن يجيكم عليه سؤاليا السؤال الاول يعني كل مما يأتي هي اسباب للسكندري hypertension except وينطيكم مثلا الكحول أوبيزيتي بريغنانسي رينال ديزيز فيو كروموسايتو ما برايماري هايبوثايروديزم ويحطيكم فادمرض موياهم زين فانتو لازم تحفظوهن او ممكن يقولكم which of the following is the most common cause of secondary هايبارتنشن يا هو اهم سبب للسكندري هايبارتنشن قلتلكم الرينال ديزيز الامراض اللي تصير بالكلة هي اهم سبب للسكندري هايبارتنشن زين يا شباب هاي عرفنا the causes of hypertension رح ارجع عيدلكم اياها وارجع على خاصلكم الباثوجينيسز باعوا شباب احنا اتفقنا انه ارتفاع ضغط الدم او الهايبارتنشن بي two types بنوعين بي essential hypertension اللي هو نفس ال primary hypertension اللي هو يكون يشكل 95% من الحالات او اكثر زين وهذا ما بيفت سبب no specific underlying cause idiopathic يعني غير معروف السبب زين وال5% اللي بقت اللي هي secondary hypertension اللي هي الها اسباب معينة وعرفنا اسبابها اسبابها مثلا الكحول obesity pregnancy renal disease endocrine disease او drugs او cortation of the aorta زين يا شباب هاي كلتها ال endocrine disease المشاكل اللي يصير بالendocrine system جهاز الغدد الصماء سواء كان فيه كروموسايتوما او كوشنج سندرام او primary hyper aldosteronism او thyrotoxicosis او primary hypothyroidism او acromigali ال acromigali اللي هو يصير نتيجة زيادة growth hormone زين او hyper parathyroidism نتيجة زيادة parathyroid hormone زين او مثلا ال hyper aldosteronism اللي يسموها الكون سندرام نتيجة زيادة ال aldosterone hormone زين كله يتسوي hyper tension زين تسوي ارتفاع ضغط الدم ولانه لها سبب معين فنسميها secondary hyper tension شكل 5% من الحالات بعدين اجينا عرفنا risk factor ما ال hyper tension قلنا ethnic group المجموعة او الاصل اللي ينتمي الى هذا الشخص وقلنا ال african وال americans والchopanese اللي اصولهم من اليابان هذول يكون بيهم more common ال hyper tension genetic factors العوامل الوراثية اللي يعدهم family history of hyper tension هذول يكون المعارضين ايضا صار عندهم hyper tension ارتفاع ضغط الدم ال age العمر كل ما كان الشخص كبير بالعمر كل ما هذا كان strong risk factor ان يصر عنده hyper tension ال environmental factor اللي مثلا high salt intake alcohol obesity او lack of exercise كلها يفيد risk factor ال hyper tension وشرحنا risk factor ما ال hyper tension قسمناها الى non modifiable و modifiable risk factor عوامل غير قابلة للتعديل اللي هي 4 و modifiable risk factor هيا كلها عوامل خطر تؤدي الى ال hyper tension زين يا شباب وعرفنا ايضا ال hyper tension B2 type primary hypertension وال secondary hypertension وعرفنا كل واحد شنو اسبابه هسا اذا نرجع لل objective يا شباب اشكملنا اذا نرجع هنانا كملنا ال introduction كملنا pathogenesis كملنا causes الاسباب ما ال hyper tension قلنا اكو primary hypertension وقلنا اكو secondary hypertension no specific cause ويشكل 95% واكثر من الحالات وال secondary hypertension اللي هو secondary الى فالسبب معين الى فال disease معين يسببه وال secondary hypertension قلنا يشكل اقل من 5% من الحالات وعرفنا اسبابه هسا وين راح نروح راح نروح لل clinical features الاعراض ما ال hyper tension راحوا شباب قبل لنروح للاعراض قبل لنجي هنا لل clinical features ونقرأ اتخيلوا يا ايا انتوا بحياتكم مستحيل مماررين او مستحيل مماخذين او شايفين case او patient عنده hyper tension عنده ارتفاع بضغط الدم ومستحيل ما يكون واحد من اقاربكم ما عنده hyper tension ارتفاع بضغط الدم بالغالب ال hyper tension ما يكون بي اعراض زين شي بالعراق شي يقولون راسي يوجعني اه اني عندي ضغط راسي يوجعني اني عندي ضغط هاي الشغلة اللي المفهوم الخاطئ زين يا شباب headache headache مباشرة سوانا ربط ويال hyper tension ال headache differential diagnosis الى coma causes الى coma اسباب مو الا hyper tension مو الا ارتفاع بضغط الدم فهذا المفهوم الخاطئ اللي واصل عدكم انه واحد hyper tension يعني واحد راسي يوجعي ها عندي هبوط ها عندي صعود بالضغط هي مو بكيفكم اكو علم اكو ديفيدسون اكو ام الكتب اكو مصادر نمشي عليها ال hyper tension بالغالب باغلب الناس asymptomatic asymptomatic ما اريدكم تنسوها asymptomatic ما بي اعراض ولذلك ال hyper tension يسمونها silent killer يسمونها silent killer القاتل الصامت زين يا شباب ليش؟ لانه شخص بدون ما يدري عنده ضغط وانجلط شخص بدون ما يدري عنده ضغط صار عنده جلطة صار عنده ذبحة صار عنده احتشاب عضلة القلب صار عنده تصلب بالشرائين صار عنده المضاعفات زين يا شباب؟ فالضغط فالضغط هو بالغالب asymptomatic ما بي اعراض زين؟ ما يجيب لكم كيس عنده لا والله هيدك وعنده abdominal pain وغيرها من الاسؤال فلا ال hyper tension بالغالب هو asymptomatic دا الح بيه asymptomatic زين؟ زين شلون من شخصة لعد بالphysical examination انت دي تفحص مريض قسرت له الضغط زين؟ بالجهاز مالتك لقيت الضغط مالت عالي زين؟ يصير من اول قراءة من اول قراءة يا بأ انت عندك ضغط وتخبص المريض؟ لا لازم اكثر من قراءة اكثر من مرة ولها ظروف وهسا رح نعرف شنو الظروف اللي نقيس بها الضغط بس هسا احنا خلي نحكي على ال clinical feature خلي نحكي على الاعراف ما ال hyper tension ركزوا يا شباب حتى نعرف شنو هي الاعراف زين؟ اول شي الhypertension is usually asymptomatic زين؟ asymptomatic ما بي اعراف until the diagnosis is made at a routine physical examination or when a complication arises يعني هو asymptomatic ما بي اعراف لحد ما انت examination بالفحص بالصدفة دتقيس للضغط ولقيت عنده hypertension او صار عنده complication صار عنده انجلط وعرفه انه عنده ضغط زين؟ فهو بالغالب asymptomatic ولذلك يخوفنا فلذلك شوفوا الملاحظة الثانية اش قد حلوة شوفوا ديفيدسون اش قد كاتب ملاحظة حلوة لذلك بلد براجر بلد براجر شوفوا الملاحظة حلوة ككلينيكال فيتشار كأعراض اسمتوماتيك ما بي اي اعراض اسمتوماتيك لحد ما انشخصه بالفزيكال اكزاميليشن بالفحص انت المريض دتقيس للفايتال ساين زين فعاليات الحيوية مالتا دتقيس للبالز دتقيس للبدبرجر زين دتقيس للتيمبرتشار دتقيس للرسبراتري ريت زين التنفس مالتا وبالفايتال ساين مالتا وانتا دتقيس الضغط لقيت الضغط مالتا صاعد او اجاك مجلوط ستروك اجاك عنده اكتشفت اثيروسكلوروسيس تصلب بالشراين اجاك عنده انجاينة زين ذبحة او مايوكارديال انفاركشن احتشاب عضلة القلب زين فانت هو اسمتوماتيك لحد ما تصير الكالثة الكوملكيشن او لحد ما انت اكسيدنتلي او يعني بالصدفة بالفزيكال اكزاميشن تلقفه زين فلذلك فوق عمر الاربعين اهنان دي يقول لك انو البلد برجر لازم تشيكه كل خمس سنوات ادفايزبل افري 5 years to check the blood pressure زين يا شباب اتفقنا زين زين دكتور اهنانا صعب انو اني القف مريض عنده هايبرتنشن باع شباب مش كاتبلكم وراها وهاي الملاحظة sometimes clinical feature may be observed that can give a clue to the underlying cause of هايبرتنشن يعني مرات شباب احنا ما نعرف انو المريض عنده ضغط لانه هو اسمتوماتيك بس مرات اكو فد clinical feature اكو فد اعراض نشوفها بالمريض تنطيني فد clue تنطيني فد لمحة او تنطيني فد hint انو المريض عنده فد هيتشي مرض ولذلك انه هو معرض للهايبرتنشن مثلا شنوه مثلا المريض عنده radio femoral delay رح تقولي دكتور على كيفك ويايا انا هاي الكلمة اول مرة اسمع بيها شنو يعني radio femoral delay شباب radio femoral delay يعني الشخص انت مو تجي تقيس للبالس بالradial artery ومرات يقيسون البالس بالfemoral artery من يقيسون البالس بالradial artery وبالfemoral artery بنفس الوقت سوية يعني انت تخلي ايد على الradial artery زين وتقيس البالس وتخلي ايدك الثانية على الفemoral artery وتقيس البالس رح تشوف انو النبضة زين البالس الضربة ما للبالس هسا كلكم خلوا ايدكم على الradial artery وقيسوا البالس هتحسون النبضة زين وعدكم بايدكم يعني اذا يمكم patient او مثلا واحد يمكم قيسوا لن البالس ايضا ما الفemoral artery وقارنه النبضة او الضربة ما للradial تجي بنفس الوقت ما الفemoral الناس اللي عدهم cortation of the aorta زين عدهم cortation of the aorta وهذا واحد من الcongenital heart disease واحد من الامراض الخلقية او التشوهات الخلقية اللي تصير بالقلب cortation of the aorta شي يصير بي يصير بي radio femoral delay يعني النبضة تجي بالradial ورا شوية يلا تجي بالfemoral يعني تحس الradial قبل الفemoral فيسموها radio femoral delay زين هاي ما مطالبين منعذ بيها هسا انتو شباب نحن اخذها بالcorrectation of the aorta بس اذا لقيتوا radio femoral delay بالexamination معناته انو المريض عنده cortation of the aorta واحدة من اسباب secondary hypertension هسا قلناها هي cortation of the aorta زين الشغلة الثانية اذا المريض لقيتوا عنده large kidneys يعني مثلا انتو دا تسوله سونار للبطن ultrasound للبطن وبالسونار شفتوا الكلا مالتا شبيرة زين من الضخمة فهذا ممكن عنده polycystic kidney disease يعني عنده تكيوس بالكلة زين او تكيوسات على الكلا فهذا عنده renal disease وrenal disease او polycystic kidney disease شو سوي سوي secondary hypertension فهذا ممكن ايضا ينطيني hint زين abdominal brui شباب كلمة brui هذا صوت تسمعونا بالسماعة من تخلوها على البطن زين هاي ان شاء الله فد اشياء هاي بالاخضر شباب انتم ما مطالبين تحفظوها هاي الاربع نقاط زين ما مطالبين تحفظوها هسا كلها حناخذها بعدين بس انا دا اوص يعني احاول اوصلكم فاتفكرة بسيطة عنها الابدومنال brui انو انت من تجي تخلي الستيثوسكوب مالتك فوق الامباليكاس فوق السرة ولاترال يعني شوية فوق وعلي يمنى وعلي يسرمال السرة حتى تسمع الرينا الارتري اذا سمعت صوت ابدومنال brui هذا معنات المريض عنده رينا الارتري ستينوسيس عنده مشكلة بالكلة يعني عنده رينا الاسكولار ديزيز عنده مشكلة بالارتري الي يغذي الكلة صاير عنده رينا الارتري ستينوسيس وهذا الرين الارتري ستينوسيس ممكن يسوي سيكندري هايبرتينشن المريض اذا جاكوا عنده مون فيس المون فيس انت تعرفون وين decimal صير بالكوشنك سندرام المون فيس ان وجهه صاير دائري يشبه يشبه القمر من يكمل يشبه القمر زيند مون فيس فهذا كوشنك سندرام والكوشنك قبل شويش قلت لكم شى تسوي ايضا الكوشنج سندرام تسوي سكندري هايبرتنشن فهاي فحد علامات اذا لقيتوها فكروا انه المليف ممكن هم عنده هايبرتنشن لانه ابو الكواركتنشن او ابو البوليسيستي كدني ديزيز او ابو الرينال ارتي ديزيز او الكوشنج سندرام كلتهم عندهم هايبرتنشن زين؟ زين ورا هنو بشي يقول لكم اكزامنيشن may also reveal evidence of risk factor for هايبرتنشن such as central obesity شباب السمنة او الهايبر لبيديميا ارتفاع الدهون بالجسم يعني اذا شخص لقيتو عنده obesity سمنة او هايبر لبيديميا سوتوله تحليل ما الليبد زين؟ لبيد بروفايل تحليل الدهون ولقيتو الدهون مرتفعة بجسمه زين؟ هذا همات ممكن ينطيكم دليل انه هذا risk factor انه يصير عنده هايبرتنشن فالإكزامنيشن ضروري تركزون به حتى تلكفون الشخص اللي عنده هايبرتنشن اكو other sign اكو علامات اخرى رح تقول لكم انه الشخص ممكن صيره عنده complication of hypertension ترى عنده هايبرتنشن من زمان وصير عنده مضاعفات الهايبرتنشن اللي هي مثلا صير عنده left ventricular hypertrophy يعني left ventricular malta البطين الايسر malta بالقلب صير به تضخم صير عنده left ventricular hypertrophy صير عنده loud second heart sound شباب انتو تعرفون اصوات القلب عندنا S1 و S2 مو صح؟ عندنا اصوات القلب اللي يذكرها بالفيسيولوجي بالهارد عندنا S1 و S2 اذا سمعانيها لوب دوب لوب دوب اصوات القلب ال S2 حيكون كلش عالي loud حيكون صوته كلش عالي مرضى الهايبرتنشن وحنسمع اكو fourth heart sound يعني اكو S4 هو اصوات القلب الطبيعية فقط اثنين S1 و S2 اذا سمعته S4 هذا المريض ممكن عنده مضاعفات نتيجة ارتفاع الضغط او يصر عنده Atrial Fibrillation اللي هو الرجفان الاذيني اتريال فبريليشن كلش كمان تصير ككومبليكيشن نتيجة الهايبرتنشن نتيجة ارتفاع ضغط الدم زين يا شباب هاي خلصنا الكلينيكل فيتر رح تقولي دكتور انا بالكلينيكل فيتر ما الهايبرتنشن كلش مفتهمت مفتهمت راسي من رجلية اذا جاني شخص شلون رح اعرف عنده هايبرتنشن رح اقولك انت ما رح تقدر تعرف ليش؟ لانه الهايبرتنشن هو يوجولي اسمتماتيك ما بيه اعراف ولذلك يسمونه silent killer القاتل الصامت لانه المضاعفات مالتا والكومبليكيشن والمشاكل ما الهايبرتنشن تصير بدون اعراف فهو asymptomatic until the diagnosis is made at a routine physical examination or when complication arise يعني انت ما رح تقدر تعرف انه هذا المريض عنده هايبرتنشن لحد ما انت تقيسه بالسبقينو مانوميتر جهاز الضغط بالفزيكال اكزامنشن وتكتشف انه عنده هايبرتنشن او تصير عنده المضاعفات مال الضغط اللي هي السيتروك اللي هي الام اي او اللي هي الاثيروسكلوروسيس مضاعفات الضغط اللي ممكن تصير فلذلك كل مريض عمره فوقي الاربعين سنة نصيحة انه تشيك الضغط مالتك والخمس سنوات حتى نلقف خاف عنده ضغط اكو فد علامات تدليني او تنطيني الكلو او هنت انه ممكن اكو سبب للهايبرتنشن اكو فد ممكن يكون السبب بالقواركتشن ا دا ايورته اذا لجينا رايد YOUR Femoral Delay ولقدتكم شو يعني رايد��� Speed gide انه منا يجي نقعد ال Radial Pulse الанияلBeats والPulse مال الberry النبضة مال الشرايين Mama استيجي سوية من�いつ الوقت والرائدال حيتجى من وقت وراه بشويه حتجى نبضة مال وحناخذها بالقواركتشن ا هايورته زين اللارت ييت نهايه بالالترا ساونة وشفت الكدنيز مالته الكيلات مالته مضخمة ممكن عنده بولي سيستي كدني ديزيز ممكن عنده مشاكل بالكلة ومشاكل الكلة رينالد ديزيز قلنا هي ممكن تسوي سكندري هايبر تينشن زين؟ تسوي ارتفاع بالضغط كسبب ثانوي قلنا نركز بالإيجزاميليشن ممكن الأوبزيتي ممكن الهايبر لبيديميا تعتبر ريسك فاكتر للهايبر تينشن زين؟ وممكن في علامات أذر ساين نلقاها تدليني أنه وأكو هايبر تينشن أو صايرة مضاعفات الهايبر تينشن اللي هي نلقي لفت فينتركولار هايبر تروفي يعني لفت فينتركول مضخم نلقي سكند هارت ساود صاير عالي الاس 2 نسمعه لوب دوب والدوب صايرة كلش عالية فورت هارت ساوند الاس 4 نسمع ايضا والاس 4 المفروض نورمالي ما نسمعه زين؟ بس نسمعه بحالات الهايبر تينشن ككوملكيشن الهايبر تينشن ممكن مرات بعض المضاعفات يجين الشخص عنده أتريال ثبريليشن زين؟ رجفان وذيني زين هسا رح نحكي عن موضوع تاخذونه بالعمل المفروض هو هذا السلايد وهذا السلايد اللي وراه هذا عملي شون تقيسون الضغط هذا رح يشرحو لكم إياه باستشينات الدكاتر ان شاء الله بالعمل واللي يريد يجي يتفضل المستشفى اليرموك انا ايضا مستعد اعلمه مستشفى اليرموك شون يقيس الضغط بالطريقة الصحيحة زين؟ المجرمنت هي خطوات زين؟ انت مو تجي مباشرة تلبس لستيذسكوب مالتك وتشد الكف وتقيس الضغط مو هي شي المجرمنت بفت شروط لازم توفر كل هاي الشروط يلا تيجي تقيس الضغط حتى تطلع القراءة مالتك صحيحة اول شي اول ملاحظة انه سبجكت ستد اون تشير اند ريلاكس فور ثري تو فايف مينتس اول شي الشخص لازم من يجيك زين يا شباب مو قبل انت اول مجاك وقسط للضغط لازم اذا اجاك للعيادة مثلا لازم اول شي تقعده يرتاح ثلاثة الى خمس دقائق زين يرتاح ريلاكس زين خمس دقائق وراها يلا تقيس للضغط لازم قبل ما تقيس للضغط بنص ساعة الى ساعة هو مماكل هو مشارب شاي هو مشارب قهوة هاي الكافاني المشروبات اللي تحتو على الكافايين زين اي اكل لازم مماكل قبل اقل شي يعني قبل ساعة اكل وشرب قبل نص ساعة قبل قياس الضغط زين مو هو هسا راقع للسكان وانت تيجي تقيس للضغط قبل اكيد حتلقى مرتفع لانه هذا الكافاين هو اصلا حينطيق قراءة عالية للضغط وهاي القراءة خاطئة زين اجاك المريض مرتاح لماكل لشارب صار لنص ساعة او ساعة انت ش راح تقول لي explain the process of recording blood pressure يابا سلام عليكم انا فلان لفلاني حقيس لك الضغط توضح له كل شي explanation كل شي تيجي ما تطخي المريض باعه شباب قاعدة راح تستفادوا معدها بالمرحلة الرابعة ان شاء الله من تدخلون ساشينات لا تطخي المريض بدون ما تقول لش راح اسوي لك لا تطخي المريض بدون explanation تتنقص اذا ما توضح للمريض تتنقص مو انت تيجي قبل تفاجئ المريض بدون ما توضح له انت ش حسسوي فexplain توضح له تقول لي يا ما اني حقيس لك الضغط زين الملاحظة اللي وراها loosen the tight clothing and place the cuff in the upper arm يعني اذا كان لابس ملابس ضيقة زين توخرها هاي الملابس زين او توخر الملابس في الدنوب وتخلي مباشرة الكف على ال upper arm هنانا زين place the stethoscope and measure the pulse over brachial artery تخلي ال stethoscope مالتك ال diaphram of the stethoscope جيها مال ال diaphram مال السماعة تخليها على brachial artery زين او تنفخ بالجهاز pump the cuff لحد ما يختفي البالس tell the pulse disappear زين بعدين تبدي تفشش شوية شوية زين لحد ما تسمع اول نبضة اول نبضة حتسمعها هي هاي systole زين بعدين تبدي تنزل شويونة شويونة لحد ما تختفي النبضات من تختفي اخر نبضة سمعتها هي هاي diastolic blood pressure زين يا شباب زين هي هاي الشروط حتى تقيس الضغط زين مو تجي مباشرة تقيس هاي how to measure blood pressure اول شي use a machine that has been evaluated well maintained and probably calculated يعني شنو يعني المشين اللي تستخدمه الجهاز مالتك جهاز الضغط مالتك لازم يكون صالح للقياس لازم يكون يشتغل لازم الزئبق اللي يكون بداخله محفوظ مو مفتوح الزئبق لو زئبق خربط او طالع الزئبق او مفتوح الجهاز لازم الجهاز يكون اول شي يشتغل زين measure sitting blood pressure routine انت لازم تقيس الضغط وهو المريض sitting position وهو قاعد مثل ما قلنا sitting on the chair زين لازم تقاعده زين وتقيس للضغط ومرات تحتاج تقيسها لstanding blood pressure يعني توقف المريض ترجع تقيس للضغط هاي شو وقت تقيسها بالناس اللي عدهم سكر diabetic patient ولي عدهم postural hypotension زين اللي هما ذولي عدهم postural hypotension او اللي عدهم diabetic هذولي ورا ما تقيس لهم الضغط وهم قاعدين تقول لهم اوقفوا يوقفون ورا ما يوقفون بدقيقتين ترجع تقيس لهم الضغط زين الملاحظة اللي وراها remove tight clothing from the arm الملابس الضيقة تؤخرها من الذراع مالته support the arm at the level of the heart لازم الذراع تكون مستوى القلب وبنفس الوقت بنفس مستوى لثفقنا ومانوميتر بنفس مستوى جهاز الضغط زين use a cuff of appropriate size لازم الكف مالتك هاي اللي تشدها على ذراع المريض لازم تكون الحجم مالتها مناسبة ليله لسمان الشخص اذا كان كل السمين لازم تجيب للكف المناسبة لازم الكف مالتك تكون مناسبة لوار the pressure slowly انت من تنفخ زين وتبدي تنزل بالضغط لازم تنزله شوية شوية 2 mm mercury per second يعني كل ثانية تنزل 2 mm mercury بعدين تقرى البد براجر يعني من تبدي تنزل اول نبضة تسمعها هي هاي السيستول واخر نبضة تسمعها هي هاي الديستول زين اه واخر ملاحظة take two measurements at each visit مو تقيسة مرة وحدة وها هي تقيس two measurements قياسيا زين و اول مرة يجيك المريض تقيسها بالإيدين اثنياناتهم زين يا شباب تاخذ وتقيس بعدين بالإيدين اللي قراءتها اعلى زين هاي هي الملاحظات two measure the blood pressure هي هاي الخطوات هي هاي الخطوات الصحيحة هاي نظري ما تجيكم how to measure blood pressure حتى هو خالقكم يام هاي الستيثوسكوب يعني هاي تجيكم يعني تجيكم بال بالبراكتكال بالعملي وحيش رحلكم ياها الدكاترا بالعملي فأنتم مو كل إشي هواي حتستفادون من عدها بالنظري ولا تجيكم بالنظري بس أنا شرحتها حتى يكون موضوع الhypertension كامل بكل تفاصيله زين هسه آخر شي وآخر شي بالpart الأول هناخذه هناخذ الinvestigation زين شنو هي التحاليل أو شون شخص الضغط شنو هي التحاليل اللي رح ندز المريض عليها كinvestigation المريض منقسناه للضغط وطلع عده hypertension ارتفاعه بضغط الدم شنو هي التحاليل اللي ممكن أدزها باعوا شباب خليني جي نقرأ شنو معنى هاي الملاحظة باعوا هي مو ثلاثة أسطر بس هاي الثلاثة أسطر هتعني هواي الحياة المرضى كلش تعني لهم هواي يعني انت القرار مالتك انه تبدي وتستخدم الانتهايبرتنسف ثرابي أدوية الضغط للمريض comment the patient to lifelong treatment انت رح تلزم المريض رح تجبره المريض انه lifelong treatment هو الضغط موفد مرض تعالج أسبوع أسبوعين وهو موفد infection ويروح وراء أسبوعين هو موفد chronic disease مرض مزمن المريض لازم يوقع lifelong treatment فلازم عنده reading maltech القراءات must be as accurate as possible لازم تكون دقيقة اشقد ما تقدر باعوا شباب العبارات اللي يختارها ديفيدسون اشقد اشقد مهمة اشقد إلا تيجي تقراها بتماعون حتكون طبيب ناجح بعدين يعني انت مو بس تيجي تقيس الضغط قدام الدكتور كتسقيط فرض وهذا كتانورمال وها هي لا لازم تقيس الضغط as accurate as possible اشقد ما تقدر وبكل دقة ولازم توفر كل الشروط اللي حجيناها قبل شوية المريض مرتاح مشارب مماكل لازم ماكو فد ملابس ضيقة على إيده لازم تنزل جهاز الضغط شوية شوية لازم الجهاز مالتك يكون يعني صالح للاستخدام لازم كل الشروط اللي حجيناها تكون انت موفرها حتى الريدنغس مالتك القراءات مالتك تكون accurate as possible زين يا شباب ليش لانه انت اذا قرأت كانت القراءة مالتك خاطئة وعالية وشخصت المريض هايبرتينشن الشخص خطيئة رح يبقى كل حياته يمشي على treatment of هايبرتينشن هيبقى يمشي على antihypertensive therapy على ادوية مع الضغط كل حياته وهو اصلا ما عنده هايبرتينشن لاتشوفون اشقد مشكلة فانت الobjective مالتك to confirm the diagnosis اول هدف مالتك انت لازم تأكد التشخيص زين مرة ومرتين وثلاثة لازم تأكد التشخيص شغلة ثانية identify contributory factors and any underlying causes يعني تحدد السبب يعني انت المريض هسا مشخص هايبرتينشن confirm the diagnosis تيجي توضح الفاكتر او الكوز ما الهايبرتينشن يا بشنو السبب مالتك عندك مشكلة بالكلة انت تشرب زين الكحول قلني يسوي البرغنينسي الوبزيتي انت سمين اجي اشيك ويا تأخذ ادوية لدراكس زين انت عندك مشكلة بالقلب من الولادة عندك اجي اشيك ويا اشوف الرايديو في مرال ديلي خاف عنده تأخير بالنبض بين الرايديو وفي فورال آرتري زين اجي اشوف الكيلة مالتك بالسونار خاف عنده مشاكل بالكلة اسألة عن الغدد الصماء خاف عنده مشكلة بالاندوكراين الجزة تحاليل زين فلازم اشوف الكوز اذا ما لقيت اذا لقيت سبب اسميه هذا secondary hypertension اذا ما لقيت سبب no underlying cause هذا يسمونه essential أو primary hypertension بعدين لازم اعرف risk factor زين لازم اعرف risk factor واشوف اذا المريض عنده complication اذا عنده مضاعفات زين واخر شي اشوف choice of therapy احددله لتريتمانت مالتك هاي النقاط اللي بالاخضر شباب هاي يمولي الحفظ زين هاي النقاط اللي بالاخضر بس خلي اشرلكم عليها هاي النقاط يمولي الحفظ وانما للفهم يعني بس انت لازم اول شي تتأكد تتأكد من التشخيص مالتك انه هو accurate دقيق representative blood pressure measurement يعني انت لازم تتأكد انه القياس مالتك دقيق بعدين تيجي تدور عن السبب بعدين تيجي تشوف risk factor عوامل الخطر اللي خلت الشخص صار عنده hypertension بعدين تيجي خاف صاير عنده مضاعفات نتيجة الضغط زين بعدين تيجي تختار لتريتمانت المناسب اذا يحتاج زين واذا ما يحتاج تبقي بدون treatment زين فانت ذني خطوات حتسويهم زين ما يحتاج تحفظهن ولا حيجي لك ياهن الدكتور بالامتحان زين شنو هي investigation of hypertension هذا الجدول كل سنة يجي بالمستنصرية MCQ زين يا شباب شنو هي investigation of hypertension شوفوا الملاحظة اللي فوق بالاصبر كل مرضى الضغط انت من الشخص عندهم hypertension لازم اندزهم على ذني الست حاليل هذني الست نقاط ينحفظا مثل اساميكم هذني essential كل المرضى كل المرضى زين all هكتب كلمة all يعني كل المرضى لازم اندزهم على ذني التحاليل انت من شخصتهم hypertension لازم اندزهم على ذني التحاليل اول شي urinalysis اندزهم على تحليل ما الادرار urinalysis for blood protein glucose يعني اندزهم تشوف خاف اكو باليورين تحليل ادرار عام زين خاف اكو باليورين blood او بروتين او جلوكوز يعني خاف المشكلة بالكيدني بعدين اندزهم بلود يوريا وإلكترولايت وكرياتين زين كرياتينين زين اندزهم ذني التحاليل خاف المشكلة بالكيدني خاف aquarenal disease بعدين اندزهم blood glucose مستوى السكر بالدم ليش خاف المريض عنده الهايبر تينشن دي ام لانه بالغالب ماليض الضغط صار عنده سكر ويا الضغط فاندزهم ايضا بلاد غلوكوز اندزهم على lipid profile اندزهم على serum total and HDL cholesterol اندزهم على lipid profile لانه واحدة من risk factor ارتفاع الدهون الهايبر لبيديميا زين فاندزهم ايضا اندزهم على هي thyrotoxicosis ارتفاع هرمونات الغدة الدرقية واندزهم ECG ايضا نسوي لهم ECG 12 ECG اندزهم يسوي لي تخطيط قلب كهربائي ليش حتى نشوف خالص صار عندهم lift ventricular hyper trophie لانه قلت لكم واحدة من المضاعفات اللي يصير نتيجة ارتفاع ضغط الدم هي lift ventricular hyper trophie تضخم البطين الايسر زيني اللي ممكن الصير فاندزه ECG حتى خاف صار عنده communication زيني يا شباب فهذا التحاليل الستة لازم كل المرضى اللي عندهم ضغط اللي شخصناهم عندهم hypertension لازم اندزهم هاي الستة تحاليل شنو هاي الستة تحاليل هسا انوياكم عرفناها اندزهم تحليل ادرار urinalysis for blood protein and glucose اندزهم blood urea والكترولايت وكرياتين اندزهم blood glucose اندزهم تحليل دهون lipid profile اندزهم thyroid function test واندزهم ECG زين وهاي دائما يجيبوها كل هذاني تحاليل لازم اندزهم accept وهذاني كل هذاني لازم تحفظوهن ضروريات اكو additional investigation اكو في التحاليل additional اضافية هذاني مو لكل المرضى هذاني additional investigation for selected patient يعني فقط اللي هم resistance hypertension يعني شنو الدكتور يعني مثلا شخص اجاكو عمره جوه الاربعين سنة وهو مشخص عنده ارتفاع بضغط الدم عنده hypertension فالdesign additional investigation او مريض عنده resistant hypertension يعني هو اوكي شبير عمره فوق الستين او فوق الاربعين زين وانت تتعالجه بس مده يستجيب للعلاج يعني عنده resistance hypertension مده يستجيب للتريتمنت الضغط مالت مده ينزل فهذا deserve additional investigation فالتحاليل اضافية شنو هاي additional investigation هاي additional investigation هاي additional investigation هاي фقط in selected patients شوفوا شباب هاي فقط فيذ مرضى معينين من الselected patient اللي هم عمرهم اكبر من اربعين واللي عدهم resistance hypertension زين يا شباب اللي عمرهم اكبر من اربعين واللي عدهم Resistance HTN Resistance hypertension هما فقط ذول اللي عدهم resistance hypertension أو اللي عمرهم العفو أقل من 40 يعني بعدهم young العفو عمرهم أقل من 40 زين العلامة بالعكس اللي عمرهم أقل من 40 سنة واللي عدهم resistance hypertension هما ذول اللي أدزهم على additional investigation شي أدزهم؟ أدزهم chest x-ray أدزهم أشعة خافصة يرعدهم كارديو ميقالي تفخم بالقلب زين مرات الكارديو ميقالي تفخم القلب أو الكواركتيشن of the aorta زين هو اللي يسوي hypertension هو اللي يسوي ارتفاع ضغط الدم فهي في الإكسرا يتبين أدزهم ambulatory blood pressure recording شباب شنو يعني كلمة ambulatory blood pressure recording يعني هذا في ambulatory blood pressure recording هذا في الجهاز يقيس الضغط لمدة 24 ساعة يعني المريض يأخذ الجهاز وهو بالبيت يقيسه فالجهاز هو automatic قيس الضغط بالبيت سمونا ambulatory blood pressure recording هذا علم هذا اللي عدهم white coat hypertension شايفين ذول اللي يخافون من الأطباء يسموها white coat syndrome يخافون من المعطف الأبيض أو من الصدرية البيضة زين white coat hypertension هذول اللي عدهم خوفة من الصيدلية ويصدع عدهم سترس هم من يجون يقيس لهم الدكتور الضغط الضغط أكيد حيرتفع فهذولي ندزهم ambulatory blood pressure أكون ناس ندزهم إيكو إيكو كارديوغرام خاف أكو lift ventricular hypertrophy خاف صاير عدهم فد مضاعفات زين؟ ناس ندزهم رينال ألترا ساوند أو رينال انجيوغرافي زين؟ رينال ألترا ساوند أو رينال انجيوغرافي خاف أكو فد رينال ديزيز ورينال ديزيز ساوني ساكندري هايبارتينشن أكو فد مرضى ندزهم يوراناري كاتيكولامين ندزهم نشوف الكاتيكولامين خاف عدهم الكاتيكولامين اللي يقصد بها النور إبنفرين والإبنفرين زين؟ الكاتيكولامين ننقيس مستواها باليورين خاف عدهم فيو كروموسايتومة ليش؟ لأنه هذا قلت لكم الفيو كروموسايتومة هي ورم بالغدة الكاظرية بالأدرينال غلاندي يخلي الغدة الكاظرية تفرز هواية إبنفرين ونور إبنفرين تفرز هواية كاتيكولامين فنقيس اليوراناري كاتيكولامين زين؟ بالناس اللي عمرهم أقل من أربعين سنة أو اللي عدهم رزيستنس هايبارتينشن خاف السبب هو فيو كروموسايتومة ناس نقيس لهم الكورتيزول أو نسوي لهم الديكساميثازون سابريشن تيست خاف عدهم كوشينك سندرام وناس نقيس لهم الرينين البلازما رينين ونقيس لهم الألدوستيرون خاف عدهم هايبر ألدوستيرونزم خاف عدهم الألدوستيرون صاعد زين؟ فهذا اللي أديشنال انفستيكيشن فالتحالية الإضافية مو كل المرضى ندزهم إلها مرضى معينين فقط اللي عمرهم أقل من أربعين سنة اللي هم اليونجر بيشن مشخصين بالهايبارتينشن أو اللي عدهم رزيستنس هايبارتينشن زين؟ فهو بالامتحان شي سوي لكم يقول لكم ويخليكم كل ذني البلاد يوريا والبلاد جلوكوز والأجدي الكوليسترول والثايرويد فنكشن تيست ويخليكم وياها الإكس راي أو الإيكو كارديوغرام زين؟ فإن أنتو لازم تعرفون الإكس راي والإيكو والأمبلاتري بلاد برجاء ريكورتينش هذني مو إسينشيال هذني أديشنال انفستيكيشن فالتحالي الإضافية فقط لسيلكتد بيشن لمرضى معينين واللي قلت لكم اللي هم عمرهم يانجر ذان أربعين ييرز أو اللي عندهم ريزستنس هايبرتينشن زين؟ باش كاتب لكم وراها؟ كاتب لكم وراها أنه الفاميلي هستري زين؟ تاريخ المرض العائلي أو اللايف ستايل إذا الشخص يتمرن أو لا يسوي اكسرسايز أو لا أو ياخذ سالت انتيك أو يدخن زين؟ أو أثر ريسك فاكتر كليتها يشود ايضا بي ريكورد كليتها لازم نشخصها وإحنا ناخذ هستري من المريض لأنه ممكن تفيدني توصلني للدايجنوسز أيضا الكيرفول هستري كلما كان الهستري زين وأنت مااخذ هستري زين فراح يدليك على السبب ليش؟ لأنه مرات إذا أنت مثلا المريض ياخذ فد دراج معين والدراج هو يسوي هايبرتينشن كسايد إفكت زين؟ وأنت عرفت هذا الدراج فأنت رح تعرف أن السبب بالهايبرتينشن هو الدراج أو مثلا المريض يشرب الكحول ممكن الكحول قلنا هو يسبب سكندري هايبرتينشن زين؟ والمريض أنت اكتشفت أنه يشرب فأنت رح توصل للسبب ما للهايبرتينشن من خلال الهستري فلازم تاخذ هستري بصورة زينة زين؟ أيضا من خلال الأعراض من خلال السيمتمز زين؟ أكو وحدة من الأسباب ما الهايبرتينشن الفيو كروموسايتومة اللي هو ورام الغدل الكاظرية زين؟ هذا المريض يجي عنده هدك هدك كلش قوي زين؟ ويجي عنده بالبتيشن وسويتنك تعرق وخفقان وصداع هذاني الأعراض من المريض يذكر لك ياهنسوة تشك إنه عنده فيه كروموسايتومة زين؟ اللي هي فأنت الهستري ما لتك لازم يكون زين لازم تنتبه للأعراض اللي ينطيك ياهن المريض حتى توصل للدايغنوسيز زين يا شباب؟ إن شاء الله واضحة زين؟ فأس عرفنا شنو هي الانفستيجيشن اللي اندزها عرفنا شنو هي الاسينشيال انفستيجيشن اللي كل المرضى لازم اندزها لهم وشنو هي الادشنال انفستيجيشن اللي هي فقط مرضى معيني لازم اندزها لهم واللي هي عمرهم أقل من 40 سنة 40 سنة العفو أو اللي عندهم رزيستنس هايبرتينشن وهي كلش مهمة زين أسه آخر سلاه ديان بالمحاضرة ويعني ونخلص البارت الأول يبقى البقى للبارت الثاني عندنا فتشي سمونا وايت كوت هايبرتينشن أو سمونا الوايت كوت سيندرام اللي هي انت كطبيب منت تجي تقيس الضغط للمريض المريض هو يرتبك من الطبيب يرتبك عنده خوفة من الصدرية البيضة عنده خوفة من الطبيب فسترس تجي تسترس يطلع الضغط مال تعالي هاي سموها الوايت كوت هايبرتينشن فالسفقنو مانوميتر زين الاسفقنو مانوميتر وين بير فورم باي ادكتور من يسوي الدكتور زين من يقيس الضغط الطبيب كان كوز اترانزينت ايليفيشن ممكن يسوي صعود مؤقت ترانزينت ايليفيشن هذا الارتفاع نسمي ويت كوت هايبرتينشن ابتو عشرين بالمئة اوف بايشن هايبرتينشن هايبرتينشن من قصنا لهم ايها بالاوت بايشن بالعيادة لقصنا لهم الضغط مالتهم طبيعي من قصناه بالبيت ليش لانو ذولي العشرين بالمئة عندهم ويت كوت هايبرتينشن زين فهذا السبب انو هما يسترسون زين يسترسون بالبيت زين ذولي عفوا يسترسون بالاوت كلينك بالاوت بايشن بالعيادة فذولي المرضى شنو علاجهم شنو الهدف شنسوي لهم احنا فشنسوي لهم اف كلينك بلاد برجر ماجرمنت شو بوردر لاين لفل اف بلاد برجر او اف يعني اذا انت متوقع انو المريض عنده ويت كوت هايبرتينشن يخاف او ضغط مالت اشان مرتفع وانت تتوقع انو هذا سترس هاي كلش مهمة فالمريض اللي عنده ويت كوت هايبرتينشن يعني انت تجي تقيسه بالعيادة انت كطبيب تقيسه بالعيادة تلقى الضغط مالت عالي تقيسه بالبيت نورمالي زين او الضغط مالت هو مرتفع كلش بعدها استوى بوردر لاين شباب كلمة بوردر لاين لفل اف بلاد برجر يعني بعده مية واربعين على تسعين بعدها استوى صاعد بعدها مايرد هايبرتينشن زين هذا المريض هنا شون نأكد التشخيص مادته اندزه بالبيت يا اما ambulatory measurement يعني هو بالبيت اكف الجهاز يسجل 24 ساعة ويقيس الضغط او يقيسه بالبيت زين اذا هو هذا راح confirm the diagnosis اذا بالبيت رجع طبيعي نورمال وما عنده ارتفاع بضغط فهذا نورمال اذا بالبيت لا الضغط بقام ارتفع فهذا عنده هايبرتينشن زين اخر سلايد اكفت شي سمونا الambulatory blood pressure measurement شنو هذا الambulatory blood pressure measurement خاف تسمعون بي بالمحاضرات اكو بعض الدكاترا يذكرونه واكو بعض الدكاترا يغلسون عليه الambulatory blood pressure measurement وهذا عبارة عن series of automated ambulatory blood pressure measurement obtain over 24 hours or longer provide a better profile than a limited number of clinic readings بعوا شباب هذا فالجهاز هو جهاز اوتوماتيكي يقيس الضغط لمدة مثلا يوم كامل زين يعني هو المريض هو قاعد في بيته وهذا يسجل القراءات ما للضغط زين ويقيسها وينطيك القراءات كل ساعة زين ينطيك series of automated ambulatory blood pressure measurement يعني سلسلة من القراءات اللي هي automated بدون ما انت تتعب نفسك وبدال ما تقيسها بالكلينيك بالعيادة يقيسها هو قاعد بالبيت حتى يتخلص من هاي الwide coat hypertension وهذا ايضا ينطيك better profile فاتقراءة احسن للضغط زين احسن من الكلينيك زين احسن من limited number بالكلينيك هذا يقيس لك الضغط لمدة 24 ساعة او اكثر واقف الطريقة ثانية اللي هو home blood pressure measurement يعني تقيسها بالبيت من اللي يقيس لهم الضغط بالهم blood pressure measurement او ambulatory اللي عندهم refractory hypertension او اللي عندهم symptomatic hypertension او اللي عندهم white coat hypertension يعني اللي ينشوك عندهم white coat hypertension هذولي لازم نقيس لهم يا بالبيت حتى نيتأكد باعوا شباب المعلومة الاخيرة جد مهمة وخالي لكم يمها نجمة وهي هاي ملخص لحجة الانفستيجيشن شو وقت انت تتأكد انه الشخص وهذا confirm diagnosis of hypertension شو وقت تتأكد انه هذا الشخص ها هي خلص انت تحلف عليه عنده hyper tension اذا كان الكلينيك blood pressure وانت تتقيسه بالعيادة بالكلينيك الكلينيك blood pressure مالته 140 على 90 او اعلى زين والاب pm اللي هو الامبلatory blood pressure measurement او الhppm اللي هو الhome blood pressure measurement فوق 135 على 85 زين فاذا كان بالكلينيك بالعيادة انتقزت وليقيته فوق 140 على 90 يعني السستول فوق 140 140 والديستول فوق 90 زين هذا تحلف عليه هذا confirm diagnosis of hypertension واذا ambulatory blood pressure measurement او home blood pressure measurement وانت بالبيت وقسته لقيت السستول 135 او اكثر والديستول اللي هو الضغط الانبساطي او الواطي 85 او اكثر زين فهذا هما تحلف عليه confirm diagnosis of hypertension زين فبالبيت اقل بخمسة بالبيت هذا الامبلatory blood pressure او الhome blood pressure measurement اقل بخمسة من العيادة لانو بالعيادة احنا نحس بحسابه شوي انو الشخص ستريس او هيت شي شي زين هذا بالبيت هيقيس اكثر من مرة ويقيس على هذا الامبلatory blood pressure يقيس مقدمة عن ارتفاع ضغط دم وقلنا الضغط كملخص من يرتفع فوق ال140 على 90 زين السيستوليك فوق ال140 والديستوليك فوق ال90 هذا hyper tension زين وبعدين قسمنا الhypertension الى 3 grade grade 1 grade 2 grade 3 grade 1 اللي كان mild hypertension وgrade 2 اللي كان moderate وgrade 3 اللي كان هو 0 hypertension وقلت لكم الارقام تحفظوها درخ بعدين اخذنا الباثوجينيس والكوز of hypertension شلو عنده يصير الhypertension وقلت لكم اكو 2 types of hypertension اكو primary hypertension اللي هو essential hypertension اللي هو idiopathic no specific cause ما الافت سبب معين يشكل 95% واكو secondary hypertension اللي هو يشكل 5% من الاسباب اللي هو الافت specific cause الافت سبب معين وعرفنا الاسباب مال secondary hypertension وقلت لكم عليها مهمة بعدين جينا على الhypertension جينا اغلب المرضى اسمتماتيك ما بيهم اعراض وفوق عمر الاربعي لازم كل 5 سنوات الواحد يتشيك الضغط مع التخاف يصير عنده ضغط حتى انالكفة قبل اصير والمضاعفات زين بعدين ورا الhypertension اجينا عرفنا شون انقيص الضغط بالطريقة الصحيحة how to measure blood pressure واخر شي ش عرفنا عرفنا التحاليل اللي اندز عليها مريض الضغط زين؟ اكو قلنا فالتحاليل الضرورية كل المرضى اندزهم زين؟ واكو لا هاي بالناس اللي عمرهم اقل من 40 ومشخصين بالضغط او اللي عدهم يعني عدهم ضغط وما دايست تجيبوا للعلاج واخر شي هاي المعلومة الذهبية اللي شخصنا بها الضغط قلنا اذا كان بالكلينك بالعيادة البلاد برجر فوق 140 على 90 هذا نعتبره confirm diagnosis of hypertension واذا كان الامبلتر بلاد برجر وقلت لكم الامبلتر اللي هو بالبيت لمدة 24 ساعة automated يعني هو جهاز قيس بشكل اوتوماتيكي او الهم بلاد برجر مجرمنت اللي قيسونا بالبيت بالجهاز العادي زين؟ اذا رقناه فوق 135 على 85 او اعلى هذا ايضا نعتبره confirm diagnosis of hypertension بقال ان شاء الله بالبارتف ثاني هناخد المنجمنت العلاج ما للhypertension وتخلص المحاضرة ونكون غطينا كل شي خصي الhypertension التقيكم بالبارتف الثاني اي سؤال او استفسار تقدرون تتواصلونوا يا ايا التقيكم بالبارتف الثاني الى اللقاء اشتركوا في القناة